وفي العراق شارك غبطة البطريارك روفائيل ساكو في ندوة أقامها مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان حضر الندوة نخبة من الأكاديميين ورجال دين مسلمين ومسيحيين وحجد كبير من المسؤولين وأبناء المجتمع المدني وفي كلمته شدد غبطة البطريارك ساكو على أهمية الخروج من النظريات والأفكار إلى التطبيق العملي في احترام المواطنين والمساواة بينهم لأن هناك تهميشاً وإقصاءاً وظلماً سببه الخطاب الديني المتشدد داعياً إلى معالجته على أرض الواقع من خلال تغيير المناهج التعليمية والخطاب الديني المنفتاح